اشتركوا في القناة للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن وقولوا للناس حسنان تقديم الأستاذ ناجي بقدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير يقول العزيز الحكيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لم يكن الخلق عبثا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فلماذا إذن كان خلق الله للإنسان ولماذا أرسل إليه الرسل بالرسالات وما هو دوره في هذا الوجود إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ليخلفه في الأرض فيعمرها وفق ما يريده الله خالق الأرض وخالق الإنسان يقول تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وليعرف الإنسان ماذا يريد الله حتى يتصرف في أرض خالقه بما يرضيه أرسل الله له رسله بوحي يهدي ويوجه ويحدد المطلوب ودور الإنسان أن يكون أمينا فيما أتمن عليه يعمر الأرض بما يرضي خالقها فيطيعه في كل ما يأمر به وتلك هي العبادة يقول جل من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فخلق الإنسان إنما هو لعبادة الله تعالى وتقواه لهذا عليه أن ينضبط لذلك على الدوام ومن المهم مستمعي الكرام التأكيد على أنه من غير الممكن قصر العبادة على ركعات يؤديها المسلم خمس مرات في اليوم والليلة ولعلى أيام من العام معدودة يصومها العبد طاعة لله سبحانه ولعلى جزء من المال يدفعه زكاة ليطهر به نفسه وماله ولعلى حج لبيت الله الحرام عند الاستطاعة مرة في العمر فهذه العبادات كلها مع أهميتها لا تستغرق من حياة العبد إلا جزءا يسيرا فهل يعقل أن يترك أغلب ساعات عمره وأيام حياته دون عبادة؟ والله جل وعلا إنما خلقه للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كما أن قصر العبادة في الإسلام على ما ذكر وحصرها في مجرد علاقة العبد بربه وعدم تعميمها على جوانب الحياة المختلفة يخالف قول الله تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ فلماذا يبين الله لو لم نكن مطالبين بالطاعة فيما بينه لنا ثم وبما أن التبيان كان لكل شيء فإن الامتثال أيضا يكون في كل شيء لا في بعض الشعائر التي تخص العلاقة بين العبد والخالق فقط مستمعي الكرام إن العبادة تشمل الامتثال لأوامر الله ونواهيه لأحكام الدين جميعا فالمطلوب أن تكون الحياة كلها عبادة موجهة إلى الله وحده في كل لحظة وفي كل عمل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إن العبادة المطلوبة تتحقق حين يتسع معناها فيدخل فيها كل نشاط في الأرض فيسعى العابد إلى تنفيذ أوامر خالقه يمتثل إليه ويطيعه في كل قول وفي كل عمل ثم إن العبادات كلها أمر مقصود للدنيا والآخرة معا سواء كانت شعائر تعبدية أو نشاطا حيويا يقوم به الإنسان وليست هناك عبادة للآخرة وحدها كما يظن بعض الناس فالدنيا ترتبط بالآخرة في كل جزئية من جزئيات الحياة وإذا اتضح هذا المفهوم فإنه يزيل عن الأذهان ذلك المجال الضيق الذي رسمه معظم الناس للعبادة حيث لا تتعدى عندهم الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك من الأدعية والأذكار ولا علاقة لها لديهم بالأخلاق وبالنظم وبالقوانين والنشاطات إن الإسلام إذن جاء يرسم للإنسان منهج حياته ويطلب منه أن يعبد الله بالتزام أوامره والانقياد إليه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وبهذا المفهوم الشامل للعبادة يصبح المؤمن عابدا لله في كل لحظة من لحظات حياته وفي كل موضع يكون فيه سواء كان مؤديا لصلاته أو ذاكرا لله أو مستغرقا في عمل يومه أو راعيا لشؤون المسلمين أو قاضيا بالحق بين المتخاصمين ويكون من الذين قال فيهم الحق تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت لكم العذاعة الوطنية وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا برنامج يرمي إلى تجلية آداب الإسلام وقيمه السمحة وقولوا للناس حسنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر